ماذا بينك وبين ربك يا خطيب؟ بصوا يحدث كل ده يجي كل هذه التجاوزات اللي انتوا بتتبعوها على طول فيأتي التأدير والإشادة رفيعة المستوى للرئيس النادي الآلي من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس اليوم بصوا المفارقة وبصوا ربنا لما يهب حد ان هو يسلك المسلك السليم فتيجي المكافأة من أعلى جهة مختصة وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم يبعت جياني امفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خطاب إلى الكابتن محمود الخطيب الخطابة هو زي ما حضرتكم شايفينه ترجمته زياره 20 سبتمبر 2019 السيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهل المصري الموضوع اجتماع عمل في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم عزيز الرئيس من خلال هذه الرسالة أود أن أعرب لكم نيابة عن الاتحاد الدولي ونفسي شخصيا عن خالص شكرنا لمشاركتكم الفعالة في اجتماع العمل الأول بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا وذلك في إطار الشراكة بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم والذي عقد في مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 وبيقول إنفنتينو للكابتن الخطيب ليس هناك شك في أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة والتي ركزت بشكل خاص على تحسين مسابقات الأندية في القارة وحوكمة كرة القدم الافريقية وزيادة الإرادات والعوائد من المسابقات والأحداث في القارة الافريقية والحكام ونظام ترخيص النادي والسلامة والأمن ستساهم في تطوير هذه الرياضة التي توحدنا أنا مقتنع أنه بفضل التزامك وشغفك وتجربتك والحس الابتكاري لديكم سيكون هذا التعاون ناجحا وسيسمح لكرة القدم الافريقية بمواصلة تطوير وبناء مستقبلها ومما لا شك فيه ستماهد الطريق للنجاحات المستقبلية التي تستحقها أود أن أعيد التأكيد على شكري الصادق وأتطلع إلى رؤيتكم مجددا قريبا تفضلوا بقبول فائق الاحترام جياني إنفنتينو ده خطاب إنفنتينو للكابت المحمود الخطيب فيه كل هذا التأدير وفيه كل هذا التثمين لدور رئيس النادي الأهلي في ورش العمل اللي عقدت بالاتحاد الأفريقي لتطوير اللعبة وانتوا شفتوا على هامش كاس الأمم الأفريقية كيف حظي رئيس النادي الأهلي بهذا التقدير وهذا الحفاو من أسرة كرة القدم الأفريقية وكيف كان الخطيب ضمن الأساطير الأبرز في تاريخ القرى هو ده تمثيل البلد وهي ده صورة الرياضي وهي ده القيمة اللي لازم انتبهن وهي ده العلاقة مع الاتحادات الدولية والقرية وهي ده مكانة مصر وهو ده النادي الأهلي وهو ده التقدير الذي يأتي وكان يمبغى يأتي من الموسم الماضي لو لا الظروف الصحية لكابتن محمود الخطيب اللي منعته عن التواصل سواء مع الاتحاد الافريقي أو مع الاتحاد الدولي فما شفوش أو ما تعاملوش مع هذه الشخصية ولكن بمجرد الراجل ما بيروحه بيتعامل بقيمته وبقيمة النادي الأهلي يدرك الجميع أنهم أمام حاجة تستحق تستحق التقدير والاحترام ونبدأ نشوف الوضع الطبيعي أنه هو ممثلا عن نديه يلقى هذا التقدير وبيبعث النادي الأبت المحمود الخطيب لإنفانتينو بالنيابة عن النادي الأهلي وعني شخصيا أود أن أعرب عن امتناني للمشاركة في أول اجتماع عمل حول تنظيم المسابقات في إفريقيا في اجتماع عمل الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي بمقار الكاف القاهرة إن ما لمسته خلال الاجتماع من طرح العديد من الأفكار المبتكرة والاقتراحات المدروسة المعززة لبناء مجتمع كرة قدم إفريقي أقوى في إطار دائم من النزاهة والاحتراف كان موضع التقدير واحترام بالغ مما لا شك فيه أن الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماع يهدفون إلى صياغة مستقبل أفضل صياغة مستقبل أفضل لمجتمع كرة القدم الإفريقي وفقا لأعلى معايير القيم والكفاءة المهنية والعدالة لقد كان النادي الأهلي ده الكابتن خطيب لإنفانتينو لقد كان النادي الأهلي ولا يزال يؤمن أنه بالتعاون مع الاتحاد الدولي ومختلف لجانه ومن خلال لوائحه واستراتيجياته يستطيع الوصول إلى أفضل السبل لتعزيز وحماية وتطوير اللعبة بما يخدم الأهداف النبيلة لكرة القدم وهي الأهداف التي تمثل رغبتنا ومسئوليتنا الدائمة دي المسئولية كما نؤكد دائما على استعداد النادي الأهلي أو نحن على المستوى الشخصي للمشاركة في الأحداث والاجتماعات بالتعاون مع الاتحاد الدولي بما يسهم في تطوير اللعبة وتقديم رؤية أفضل لمجتمع كرة القدم تقدير خالص لخطوات العمل الصادق والجاد من أجل كرة القدم نتطلع إلى رؤيتكم في أقرب وقت ممكن محمود الخطيب ده كلام على مستوى كبير وعلى مستوى يليق بكرة القدم المصرية يليق بمكانة مصر ويليق أيضا بدور النادي الأهلي الكبير